بدأت الصباح من شهري فبراير كانوا رعاة السراح طرق الغنم والمعيز ديالهم كانت تسرح في الفياه في حدا واحد المعمل ديال الأعلاف موجود في ضحيات مدينة الجديدة كانوا مجموعين طرقين عينيهم على الغنم طرقين عينيهم على إهالة لمشيتتيه وتهرب وفي لحظة واحد في يوم غادي يشوف شي حد ناس في الأرض حدا فرقون مونزا ويقريب من المعمل طبعا الفضول دفعوا باش يمشيه وصحابو باش يتيقنوا واش سيد حي أو غيني عشر أو ميت أنتم عارفة الفضول الناس كسبغيت تعرف كل شي أي حدا شاهدت كسبغي تستق Bohي بشأنها صدنا ديالهم كانت كبيرة من اللي لقاو لقاو سيدة ميتة مقتولة وستقلاقها من الدم كان سيدة تقريبا في الـ ربعين الثمان عمرept معارفوهاش حي تمشي وجه مألوف دوار بقوا بوش بيه واحد فيهم هو اللي عايت على المقدم بالتليفون وطبعا مقدم خبر جادرمية دي لسيدي بوزيد وجاول على صديرهم وصوروا جوتا وداروا محضر معاينة سمعوا فيه أيضا السراح وداروا وصف الحالة اللي لقواها عليها الجوتا كانت باينة مقتولة السيدة من ضربة بشي أداة حدى للغراس والأنحاء مختلفة من جيسم ديالها وتوفات نتيجة نزيف دموي قبل ما سيفطل جوتا اللامورك في مشفل إقليمي والدارع لها الخبرات باشي عارفوش كون هي أولا وسبب الليلة الوفاة قبل كواهد شي كله داروا جادرمية واحد الحملات المشيطية في مصرح الجريمة بحثا على شي حاجة يمكن تكون دليل ينفع في البحث اللي أمر به الوكيل أمر بهذا البحث وأيضا متشرح جوتا ديال الضحية وإجراء التحاليل المخبارية اللازمة باشي عارفوش كون هي أولا جادرمية لقى واحد التليفون تماك بورتر ولقى أيضا شي حواج من التخب الدم وغيره بعيدة عن الجوتة لقى وشي كاسكتة سبورتي ديال كاسكتة الليلة رحتها هي فيها بوقعة من الدم جمعوا كل شي ودالوا في واحد الخنشة ديال الميكا وصيفته للمختبر المختص بس تتلع له الخبرات اللازمة ويعرفوا ديال من الدم واشغل ديال الضحية أو كاين دم واحد اخر ديال الجاني المفترض العطوع لها ديال الجود تحد ديال المعمل أثار ضجة كبيرة في المواقع الإلكترونية وفي وسائل التواصل الشيماعي وكل واحد شنو كاي يقول انتم ما لكم عارفين انه كتاح الروحة أو مكان غير هاكا يفمي ولوحب لم يتيقن بالنادم كل حد شنو كان إن شاء الله إشاعتك تتغع للحقيقة نشكت ننصى الخبار بلا ما تعرف شنو واقع بالتضحية وهذا كاريتها مهم قامة القيامة والمصالح الأمنية يعفون الصنفات العناصر ديالها باش تفك لغس هاد الجريمة التحليل الجينية مكنات مكنات من التعرف على السيدة وبان بالاللي هي في الأربعينات من عمرها أرمالة مثليها الراجل وخلى ليها وليدات الكبر فيهم في العشينات من عمره والباقي مزالين صغر كتخدم عليهم بالعرق الجميل ديالها ما كتبعش لحمها كما تم تداول ذلك في تدوينات وفي أخبار وصير 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 وخلى وخلى ما لقاوش عندها أي وثيقة تعريف عرفوها اعتمادا عليك التحاليل وبان باللي السيدة كتنحدر وكتسكن في السيدة بالنور ومعروفة في وسط الناس من اللي كتقدم خدمات لأي واحد ترقب بها بمقابل طبعا بشي فضول يعني إلا عندك شي غرض أو شي صخرة كتكلفها وتمشي هي جديدة أو لأي بلسة وتقضي الغرض والجدرمية سمعوه في إطار البحث لولادها وأفراد من عائلتها الولاد أكدوا في الصريحات ديالهم بليمهم خرجات من الطار قبل ساعات من عصر الجدتة ديالها متطولة وأكدوا أيضا بالليشي حد تصل بها في التليفون ومشتلقها كانوا عارفين بالليمهم على اتصال بوحد السيد يدعين معرفة ديالهم بشي حد في شي معمل وكي توسط للناس باش يخدمهم بشي خدمهم في إسواف هذا المعمل أو في غيره بمقابل ومشي فضول السيدة كانت جمع شي حصيصة للثلوس تسهم معها بسعطيها ليه وتوسط ليها في إيجاد عمل للولدها الكبير لكن خرجات هما ثلاث عجعت لضاها ولا عنده بلادها ما كان صعيب باش توصل لجدرمية للمتهم حيث ولدها كانوا عارفينه جدرمية شده رغير لكن السيد أثناء السيمة عليه تمهيديان نكر مسح السما بلقاء كما كيقوله المغاربة السيد ما نكرش غير معرفة دياله بها لكن نفى باش يكون قتلها وخاق لهم باللي كان نعرفها كده كده لكن معرفة سطحية يعني مشي شي معرفة دقيقة كل صراحة دياله مقنعتش محقيقين وخاعترف باللي اتفق معها بعد ما داوه وجابه في الأسئلة عاود من جديد اعترف باللي اتفق معها باش يخدم نهاولها بمقابل ماددي باللي تاهيه كانت تجيب لها الناس اللي بغير الخدمة وكانت أخذ النصيب دياله إن كان قضي المتهم غادي تكدبون نتائج الخبرة اللي تجرات على الدم اللي لقاوها جدرمية في ديالك الكاسكاتة اللي هزوها من مصرح الجريمة من ديالك البلاسة القريبة من جدتها في أحد المعمل واللي وجوه بعد الحقيقة حاولي هرم جديد إلى الآمن خلهم صحاح تلاقتها حاولت نسرقها لكن مشي أنا اللي قتلتها مهم السيد كيشدوه من يد كيحاولي هرم من جديد إلى الأمام ساعة تحرق الدكتن كروت هرم كاسكاتة والتليفون اللي بان أنه أيضا دياله كل هادلة وقرائن مادية كتبين أنه الفاعل يعني القاتل ديال السيدة كتقدر ميدا وهجابه وصوله ونسوه وعودوا وصوله وكل ما سولوه من جديد كيكتشفوا تناقضات جديدة في طريحة دياله وفي الآخر ما نلقاش شيحة واحدة أخر غير أنه يعترف بالتفاصيل ديال الجريمة وشنو دار وشنو الأسباب والحياتيات دياله في ديالك النهار قصة ديال الجريمة في ديالك النهار تصل بالسيدة واتفق معها على واحد الموعد باش تجي تطلقاه ويتسلم منها الفلوس باش يخدم نهاولدها في ديالك الشركة كانت هزة معها الفلوس وهنا استدرجها بعد ما لتحقت به في بلاسة محددة تفقوا عليها قال لي هاغي يالله نمشيول المعمل باش نقدمك المولاه ويالله وصلها لديك البلاسة الخاوية يالله نعمل الأعلاف جبد الموس اللي كان مخبيه يعني مخبيه في حواجه كان موجد جبد الموس وضربها بعانها بزاف ديال طعانت وانحاء مختلفة من الزسد ديالها ومطلق منها إلا وهي جوتة هامدة تمك خلها مرغة في الدم ديالها وهرب فتش لها قبل ذلك فتش الساك وهز الفلوس والسوارس ديال الدار ومشا ديالك دل الدار فتحها وسرق أيضا التلفازة والكوكوت وهرب ومشدة الخوف دياله غادي تحلي الكاسكتاف في مصرح الجريمة وأيضا التليفون حد ذيك المعمل وهو ما معان اللي كانوا سبب في الاكتشاف ديال الهوية دياله والتأكيد ديال التورط دياله في القتل ديال الضحية سيد غلط مح تلسيدة يتم ولادها بكاهم خلاهم بلا موعيل بكا كل عائلة ومشا للحبس فين غادي دوز بقية العمر دياله وراء القضبان والسنزانة ما غادي شي خرص منها حيث المحكام حكمات عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة يعني ما غادي شوفش الحرية من جديد إلا إذا استفد مشي عفو أو مشي تخفض في المرحلة السنافية أو بعد نقد الحكم وفي الآخر لا يسعونا إلا أن نشكركم على وفائكم وحسن لا اهتمام ديركم بشيء لك تنشروا قناة مروقن كريم التيفير الجريمة المغربية وإلى فيديو وحدة آخر تمتم أو فيا لها